ومما يروى في سبب نزول هذه الآية أن صحابياً كان فقير وكان يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشتك الفقر ويشتك الحاجة والعوز وكان له عيال وكان له ابن يعينه فوقع الابن في الأسري فلما وقع أتى إلى رسول الله يخبره أن قلب أم هذا الأسير جاد أن ينفطر وعينها تقرحت وهو لا زال محتاجاً فأحث الحبيب له عن شيء يعطيه فما وجد فأعطاه بوابة مفتاح الكرب ومفتاح الفرج فقال له اتق الله واصبر وفي رواية قال وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فعاد إلى أهله وإلى زوجه فقال لها إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يوصيكم بالصبر والتقوى ولا حول ولا قوة إلا بالله فبينما هو في بيته إذا بالغنم تأتي أربعة آلاف رأس وفي رواية أغنم شوي من الغنم إذا الأبن غفل عنه من كان يحرسه فهرب وفي طريق هروبه مر بواد به غنم لأعدائه وكانوا مشركين ثم ساق الغنم وأتى وقد حفظه الله كيف حفظ؟ ليست المسألة للمخلوق كيف تأتيك الأرزاق من حيث لا تدري؟ حقق التقوى فإذا حققت فموعود الله لا بد أن يأتيه كأن الله يقول إذا انشغلت بالتقوى أعطاك أرزاق من انشغلوا عنه بالرزق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إنه الله وكل ما عندك من الله ولا حول لك ولا قوة فيما وهبك الله إنه الوهاب إنه الرزاق أبقى في بطنك حفرة غائرة تذكرك أنك كنت في بطن أمك ترتبط بها الحفرة طريق الحبل السري وكان يرزقك الرزاق معه تسعة أشهر وأنت لا تدري ولذلك الرزق الذي يأتيك من غير ما تحتسب ليس رزق المال فقط الهداية انشراح الصدر صلاح الأبناء طول العمر كلها أرزاق يعطيك الله إياه فقط اللي عليك حقق التقوى ولا حقق من غير ما تحتسب لأن الغير ما تحتسب هذا يسعد فؤادك يدهش قلبك ولذلك جمال الفرج بعد الشدة أنه يأتي ولا حول لك ولا قوة ويجي في ساعة أنت فيها تنتظر الفرج ولا تدري لكنك تعرف الله وبلا تدري وتيأس لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون ولذلك أحبابي كلما حقق الإنسان التقوى جاءه الرزق من غير ما يحتسب فيأتيه المخرج من باب ما ظن يوما أن هذا الباب سيفتح ويرزق من طريق ما ظن أن هذا الطريق يفتح له الله إذا أعطى أدهش العقول عطاءه ولذلك من أكبر مقامات المقامات التي يوقف الإنسان فيها نفسه في ذلة يوم يقول من وين تنفتح أقنعني أنا مخلوق إدراكي وحقلي وحولي وقوتي ما تتجاوز مد بصري بل إني أحيانا أرى شيء ما أستطيع أن أصل إليه خوفا أو جزعا إذن أيها المؤمن حقق التقوى يندهش عقلك بعطاء الله جل وعلا